يونس يا محمد بقي مع قومه فلم يصبر عليهم خرج خرج عليه السلام مغاضبا ثم التقمه الحوت لما ركب في السفينة فساهم أي كان فيه قرعة وقيل أن القرعة وضعت ثلاث مرات ثم التقمه الحوت وهو مليم ولما بقي في بطن الحوت هنا يأتي التجلي لله جل في علا ونادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إيش إني كنت من الظالمين اللي يجمع بين الاستغفار وبين الدعاء يجاب ويونس جمع بين الأمرين هو في ظلمات ثلاث في ظلمة الليل في ظلمة البحر في ظلمة الحوت وهو يعلم أنه لن ينجيه إلا الله جل في علا ولذلك الله جل يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون